بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليها أفضل الصلاة والسلام النهاردة هنعمل مع بعض الفرخة المشوية بطريقة جميلة جدا جدا إزاي تدبليها وإزاي تعمل لها محلول النق اللي هيخليط عما حلوة قوي قوي وبتضوف وبقك دوابين وهتستوى وهتبقى في منتهى الجمال يلا بينا نسمي اللي كده هوت ونبدأ ونشوف محلول النق بتاعنا عمالناه ازاي هنا معايا بولا طبعا غسلت الفرخة بتاعتي كويس جدا جدا وحطتها في بولا فيها مية يعني لازم المية تغطيها بالشكل ده هنا هنشوف محلول النقع بتاعنا طبعا أنا غسلتها كويس قوي قطعت الحتة اللي هي في المؤخرة قطعت الحتة اللي هي في بداية الجناح يعني لو هتعمليها بالشكل دوت كده سليمة تقطعي الحتة اللي في المؤخرة وفي بداية الجناح أما لو هتقسميها نصين أنا برضو في حتة تانية الحتة تجي بتسبب الزفارة لما نيجي كده هوت نقطعها هقولك الحتتين اللي بيسببوا الزفارة محلول النقع بتاعي أنا معايا كده عوضين من القرونفل أو المصمار في دول كده بيقول عليه المصمار معايا كده شوية زي ربع معلقة من من الروزماري معايا عوض إرفا معايا كباباسيني معايا حبهان معايا فاصل مستيكا معايا ورق لورة معايا لومي تمام كل دوت هيتحط في محلول النقع بيدي نكا حلوة قوي قوي للفرخة هنا معايا 3 معالق من الدقيق حوالي 3 معالق كبار برضو من السكر هنا معايا عصر 3 لمونات كبار أو لمونتين بالشكل ده كده حوالي 3 معالق برضو من الملح 3 معالق كبار محلول النقع دوت لو بيت الفرخة فيه بتبص تلاقيها بالدوب دوب دوبين كده وهتستوى مش الفرخة بس أي تيور هتعملالها محلول النقع ده هتبقى طماحل وقوي وهتستوى معايك وهتلاقيها بالدوب دوب دوبين في بؤك كده وانشي بتكليها تمام؟ طبعا أنا هسبها حوالي 5-6 ساعات ولو من بالليل يكون أحسن هنقلب كده كل الخلطة الحلوة دي كلها كده وهنسبها كده ليلة كاملة أقل حاجة 3-4 ساعات تمام؟ أهو بالشكل دوت محلول النقع دوت بيصحب الزفورة بيديها نكهة حلوة قوي قوي لما تطقيها أو بتشويها تمام؟ الحتتين اللي قلتلك لو أسمتي الفرخة أو أي طيرة بيت هتشويها الحتة دي بتبقى في القفص الصدري اللي هي العظموية دي والعمود الفقري بتاع الفرخة تمام؟ أهي الحتة دي اللي بتبقى فيها وهنشفها بالشكل دوت طبعا أنا طلعتها من محلول النقع وشطفتها كويس قوي وهنشفها بالشكل ده كده شايفين المنزيل ما فيهوش نقطة من الدم ده ده بدليل إن المحلول سحب لي الزفورة وصحب لي الدم اللي في الفرخة بتاعتي بالطريقة دي هتبقي ضمنة إن الفرخة بتاعتك ما فيها الزفورة ما فيهوش دم هتبقى حلوة قوي قوي طبعا أنا هتديها تشرحات كده ده هو في المنطق اللي بيبقى فيها المفصل بتاع الورك بالشكل ده كده عشان تستوى معي كويس عشان كمان تشرب التدبيلة وطبعا في السدر كده هتديها كده كم تفتيحة عشان تستوى معي كويس قوي وتشرب التدبيلة بالطريقة دي هتاكلي أحلى فرخة بجد كانت طعمة حلوة جدا جدا يعني فيه حاجات من البداية كده هوت بتتعمل في الفراخة المشوية بتخليها أحلى من بتاعت المطعم مش هقولك زي المطعم لأ أحلى كمان يلا بينا بقى نشوف التدبيلة الحلوة بتاعتنا التدبيلة بتاعتش معي معلقة كبيرة من البابريكا معلقة كبيرة من الكركم والكاري يعني نص معلقة من الكركم ونص معلقة من الكاري دوت سماء السماء دوت بيديها طعم حلوة قوي أنا هتديها ربع معلقة طبعا الفلفل الأسود الملحة توم بودر بصل بودر كل الحاجات دي كده أخدها في الكابة مع بصلية كبيرة قطعت البصلية هاديف كل كده التوابل والبهارات بتاعتي طبعا مع السبع بهارات وحوالي ربع فنجال كده هوت من الزيت النباتي حوالي معلقة كبيرة من الكاتشاب مفيش كاتشاب ممكن تحطي طمطميتين كده أو طمطمية طبعا ومن ننسيش حوالي نص معلقة من دبس رومان والسويا سوس والبابريكا سوري البربكيو سوس كل المكونات طبعا ملح وفلفل أسود ضربناهم في الكابة وهنزل بالخلطة الجميلة رحيتها حلوة قوي قوي الخلطة دي بجد للمشويات بتديها طعم في منتهى الجمال يعني دي تدبيلتي المفضلة في المشويات طبعا نوسع كده بين الجلد واللحم ونشرب الفرخة بتاعتي التدبيلة كلها تمام ومن الظهر كده شايفين يعني الفرخة ما فياش نقطة دم قدامكم اهو بالشكل ده كده هنزل بالمكونات بتاعتي كلها اللي انا ضربتها في الكاب نشرب كده التدبيلة كلها للفرخة دي أحلى تدبيلة للمشويات اهو بالشكل ده كده نعمل مساج للفرخة كده ونشربها التدبيلة كلها اه انا هسيبها كده هوت حوالي 4 ساعات ولو من بالليل يبقى كويس قوي هتشرب التدبيلة وهتبص تلاقي اللحم دوت بيدوب فبقك دوابين كده وانت بتشويها يلا بينا بقى نحضر الشواية المفضلة بتاعتي للاي مشويات رشة كده هوت من الزيت على الشواية بتاعتي بالشكل دوت عشان طبعا الفرخة ما تلزقش في الأسياخ بتاعت الشواية رشة بسيطة من الزيت هي طبعا في التدبيلة في زيت بس انا بفضل اللي انا حط الرشة دي يلا بينا بقى نقفل كده على احس ان هي بدأت تتشرب من فوق بالفرشة كده هوت الادام اللي هينزل هجي عايصة الفرخة بتاعتي بتديها لمعين وبتديها لون حلو جدا جدا طلعت الفرخة بتاعتنا بالسلامة من الفرشة طبعا مع مكارونا مع اي حاجة جنبها بطاطس ان شاء الله شوية سلطات كده هوت جنب الفرخة المشوية وهتاكلي احلى فرخة احلى من المشويات اللي بتجيبيها من المطوع يارب الفيديو بتاع النهاردة تكوني استفدت بيه ياريت بقى ما تنسيش اللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد بإذن الله للفرخة الحلوة الجميلة بجد طلعت حلوة قوي قوي وشويةها في منتهاء الجمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الف مليون سلام